هو اخد قرار انه هو ينزل انتخابات وكانت الغريبة انه هو عمه رئيس نادي الترسانة فكان ممكن يسهل على نفسه ولكن حبه في نادي الزمالك اخد القرار ده هو عنده يعني نجاحات كبيرة جدا في مجال الدعاية والاعلان كان بالنسبة لي استغراب تحدي كبير انه هو ياخد هذه الانتخابات ولكن مفاجأة وذكور كان كبير جدا وقاعدة كبيرة جدا لأحمد خالد حسنين واشتغل بشكل رائع خلال الفترة اللي فاتت أحمد مساء الخير أخبارك ايه؟ عامل ايه؟ الحمد لله ألف مبروك الله يبارك فيك رباني اخي ليك كابتن سيف وانا مشكرك جدا ومبسوط ان انا مع حقا ده شرف ليا والف مبروك وكنت لسه بقول يعني اختارت سكة صعبة كان اسهلك ممكن تنزف نادي ترسانة ولكن نزلت في المكان اللي انت بتحبه واشتغلت بشكل كبير عندك خبرات كبيرة جدا في مجال التسويق مع المهندسان شكري ومع المجموعة اللي موجودة وكان نجاح كبير بذكر كبير جدا ليك ده حقيقة والله الحمد لله زي ما حررتك قلت يعني ده اللي انا كنت بواجهه من الاول وكأن الناس يعني نسيت واختزلت بس قصتي او تاريخ كله ان انا عمي نائب طارق حسنين ان انا بختخر ان هو عمي وهو رئيس نادي تسانة ولكن كله كان ما يعرفش او يجهل الكثة دي لان ما كانش موجود قدام الناس الموضوع ده ان احنا محتاجين كنت او تربي طول عمري في النادي في قطاع الناشئين من وانا عندي اربع سنين لعد سنة 15 سنة عارف كويس اوي معنى قيمة نادي الزمالك وتيشت نادي الزمالك وياما دخلت بطولات وحققت بطولات في النادي وباسم النادي يعني فكان مهم ان احنا نوضح ده للناس كان مهم ان احنا نقدر نعمل ده من غير عيلة محترمة في ظهري ليها باع كبير في العمل العام وارضية كبيرة جدا زي ما قلت قبل كده احنا بنحصد ما هم زارعوه يعني انا دايما وفي كل لقاءاتي وفي اي حاجة بتكلم فيها بحب اشكر ورجح شوفي دايما لقال سعيد حسنين اللي هي عيلتي وافتخر ان هم عيلتي لان انا عملت ده كله بفضل مجهوداته الهمة وزي ما بقولت بنحصد احنا اللي زارعوه هم من تاريخ وحب للناس وفي العمل العام يعني والحمد لله ده شوفناه عن طريق الجمعية العمومية ولما نزلناه وعلاقة الناس والناس فهمت وعرفت قدي انت بن النادي وقدي عملت وعارف قيمة النادي وان انت تقدر تحصل على تقريبا 70% من اصوات الجمعية العمومية من الناس اللي وصلت فده اكبر اثبات ورد على اي حد بيتكلم في اي حاجة معينة ومع المجموعة المحترمة دي كلها ان هي تتحد مع بعضها وتحقق ده فالحمد لله رب العالمين ده نجاح كبير وده ينط على اي حد بيكان بيشكل في اي حاجة معينة او بيحاول يوجه لاغراض انتخابية او لحاجة يعني يرفض بقى ان هو ما لقاش الحمد لله حاجة يتكلم فيها عنك كشخصك او ان انت ممكن تفيد ايه للنادي او حاجة وابتده يروح لحاجات فرعية ان هي حاول ياخد من اتخاذ بتاعك انت او من حجمك انت فالحمد لله جمعية العمومية وعية جدا فهمك كويس اوي وعندها قدامي قدامي احمد لقطة يعني هاني شكري وانت كنت وراه اثناء اعلان فوز هشام نصر بكرسي النائب وهاني شكري بيبكي او انت حقيقة او انت حقيقة موقف كان صعب جدا علينا كابتن سيف لان احنا لما بقول لحضرتك اه كلنا من اول يوم اتحادنا على حاجة واحدة بس مش ضد حد ولا اي حاجة كل الناس لها احترام وكل الناس لها التقدير بس كانت روح المجموعة لها كانت غايبة يا كابتن سيف من فترة طويلة اوي من اول يوم قعدنا وجمعنا مع كابتن حسين وقلنا ده ان احنا هنتفق اتفاق او هنتجمع كلنا تحت شعار واحد الزمالك اولا وان احنا نخدم لادينا اللي كلنا فينا صفةاصة احدى ان احنا بنحب النادي ده وعايزين نقوم النادي ده ونرجعه تاني على الزمالك اللي احنا حبناه وعشائناه فدا كان الاحساس ده كان ال الانتباع عندنا في الفترة اللي فاتت انه والله ما بمثل ولا تمثيل ولا حاجة احنا كنا عايزين الزمالك اولا احنا عايزين الزمالك يرجع تاني مع مجموعة متجنسة مع جموعة فهما هي بتعمل ايه بتشتغل بقى لها فترة بحب وقلب للنادي من قبل ما تنسك مناصب ولا حاجة هي بتسعة انها تعمل حاجة للنادي وعايزة ترجع الندي ده للمكان دي والنادي مش هيقوم غير بكده وقلتها قبل كده في اكتر من حاجة احنا 65 مرشح ولا اي من كان اللي موجود والله والله النادي محتاج هدنا مرتين تلاتة من ناس مخلصة مش عايزة مصالح شخصية عايزة نديها يرجع تاني محتاجين كلنا نتكاتف مع بعض واللي موفقهوش الحظ زي ما شوفنا بعض النادي المرشحين اللي كانت موجودة مبارح بتنفسنا النهاردة كلنا احنا متجمعين على ندينا بنشجع ندينا في الاستاذ مع بعض كلنا وعندنا واللي يقدر يخدم في حاجة معينة اهلا وسهلا بيه ويكون موجود واكيد هنحتاجه هنحتاج كل النادي لان احنا مش هانف عنشتغل لوحدنا احنا محتاجين كلنا مع بعض زي ما قلنا في المؤتمر الصحفي ودعينا رموز النادي اللي بقالهم فترة سبيرة جدا كانوا مختلفين ورجعوا تاني وكانوا موجودين هو ده احنا مش هنقدر نعمل اي حاجة للنادي غير بالتكاتف ده وغير ان احنا نكون كلنا مع بعض وهدف واحد فهي دي الروح وهو ده اللي بنوصله لعضاء الجمال العمومية والجماهير نادي الزمالك ان ده ندينا واللي احنا متربين على كده احنا مش بنخترع حاجة احنا مش بنخترع حاجة جديدة والله احنا بنرجع النادي للقيمة الحقيقية بتاعته اللي على اساسها نقدر نرتب بيتنا تاني ونرتب الحاجات اللي فقدناها بالسنين اللي فاتت دي كلها وان شاء الله بتكاتفنا نقدر نرجع تاني للزمالك المعتد وفي المكانة بتاعك بيستحالها مبروك احمد وبالتوفيق ليك ان شاء الله وبالتوفيق للزمالك ربنا يخليك ابنسيك وانا متشكر جدا وانشرفت ان انا كنتم احضر شرف ليا الف مبروك بشكرك شكرا جزيلا احمد خالد حسنين عضو مجلس ادارة نادي الزمالك مبروك